فضيلة الشيخ كنا نتحدث عن الأخلاق هل هي خاصة بالتعامل بين المسلمين أم هذه الأخلاق ستنعكس بالتعامل مع غيرهم وكيف نوفق بين الأخلاق والسياسة التي لا أخلاق لها ولا دين لها وخصوصا في ظل صراع الحضارات الحاصل وصراع على المصالح أولا إذا انزلق المسلمون إلى الانغلاق الخلقي الذي يرون من خلاله أن يستفيدوهم فقط من هذه الأخلاق وأن يتبادلوها فيما بينهم وأن يتراحموا بها وأن يتحلوا بها وأن الآخرين لا يستحقونها وليسوا معنيين بها سنصبح كما قال الإمام بن عباس مثل اليهود تماما فالفكرة الجوهرية التي جعلت اليهود جماعة منغلقة وعنصرية هو أنهم لا يرون لا لليهود يستحقون أخلاقهم وليس تجد في تشريعاتهم الباطلة المنسوبة لله كذبا لأخيك لا تقرد بريبا لغير أخيك أقرد بريبا وزيادة إذا زن يهودي بيهودية فعقابه الرجم وإذا زن بغير يهودية فهي التي أغوته فعقابها الرجم ولهذا الله سبحانه وتعالى فضحهم بقوله ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في الأميين يعني رادع ولا وازع